نروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ من نادي الزمالك عشان عنده تحديثات كثيرة جدا 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 مصدرنا في رقم 10 داخل نادي الزمالك قالت لنا معظم الكواليس والتفاصيل لمفاوضات الزمالك مع البرتغالي جوزي جوميز اللي إن شاء الله يعني غالبا هيكون هو الموديل الفني القادم لنادي الزمالك طيب الأول بس ليه حصوص البلجيكي كارل هوفكيز قالت جدا في قيادة نادي الزمالك بعد ما كان هو المرشح الأقرب أغلب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك اعتبروا أن التعاقد مع المدرب البلجيكي مغامرة كبيرة عشان هو يعني ما قطش فريق كبير قبل كده في مسيرته وملوش أي تجربة عربية وبالتالي يفتقد الخبرات وبالتالي يحسوا أنه ممكن يبقى فيها مخاطرة عش كده الزمالك حول وجهته للمدرسة البرتغالية إيمانا بأن المدرسة البرتغالية هي الأفضل أو الأكثر نجاح في التدريب بمصر لشجع الزمالك للدخول في مفاوضات مع جوزي جوميز أنه قبل كده اشتغل كمساعد مع جوزي فريرا في بورتو البرتغالي وكان عنده بعض التجارب العربية زي التعاون وأهله جدة من السعودية مفاوضات حتى هذه اللحظة أشوف أكتبع عارف التفاصيل لسه قائمة بين الزمالك والمدرب البرتغالي الزمالك عايز يدي له 70 ألف دولار في الشهر هو طالب 100 ألف دولار في الشهر ده رقم كبير جدا على الزمالك في الوقت الحالي أو مش الرقم اللي حطوا الزمالك للمدرب الجديد لألفريق مش البطجت أو الميزانات اللي حطتها للمدرب طيب لو وصلوا الاتفاق فجوميز هيجيب معاه اتنين مساعدين ومش هيكون بينهم مدرب حراس مارمى يعني اتنين مساعدين ومدرب حراس مارمى هيبقى مصر عادي جدا بس مش هيجيب مدرب حراس مارمى هيجيب اتنين بقى مساعدين عادي ممكن يبقى واحد أحمال ممكن يبقى واحد ده مساعد نشوف طيب تعالوا لك شوية معلومات عن جوزي جوميز المدير الفني المحتمل حتى هذه اللحظة لنادي الزمالك يلا بينا بصوا عن 53 سنة بدأ مشواره التدريبي بعمر 25 من خلال عمله كمدرب مساعد في فريقاي باكوس ديفريرا وكوفيليا البرتغاليين عمل مدربا للأحمال في فريقاي جيل فيزينتي وبنفيكا قبل أن يعود لعمله السابق مدربا مساعدا في بورتون مع جوزي جولدو فرييرا مدرب الزمالك الأسبق تولى القيادة الفني الأول مرة عام 2013 عندما تم تعيينه مديرا فنيا لفريق فيديتون المجري ثم خاض العديد من التجارب العربية التي بدأها مع التعاون السعودي وقاد الفريق للتآهل إلى دوري أبطال أسل الأول مرة في تاريخ النادي ودي التجربة الأهم بالمناسبة خاض تجربة سانية رفقة أهلي جدة السعودي عام 2016 وقاد الفريق لحصد السوبر على حساب نادي الهلال بخلاف التجارب العربية كان له بعض التجارب الهمة أبرزها يتمثل في قيادته لفريق ألمريا الأسباني وأمريتمو البرتغالي دي أبرز المعلومات طيب بما أنه مرشح للزمالك بما أنه احتمالي يبقى مدرب للزمالك تعالي أقول لك شوية ملامح فنية عن المدرب ده يعني راجل بيشتغل إزاي عشان بس إيه ودائما بيقولك إيه ملامح مش هقولك تفصيلا يعني راجل بيشتغل فنية إزاي بس ملامح أول حاجة هو راجل بيحب الاستحواز يعني إيه عشان برضه أوصل لك الصورة هو يحب يبني من تحت من أول حارس المرمى يعني أول حاجة كده هو عايز اللعيبة اللي معاه وراء في خاطة فعلا دي الزمالك وحارس المرمى يكونوا بيطلعوا بالكرة كويس ما عندوش الكصة بتاع تطفش طفش بص يا باشا هو بيمنى اهو حارس هو متقدم واتنين مدافعين وبيدوال على بعض يبصوا البعض هنا ما فيش اتنين مساكين وارفع الكرة الفوقه خلاص هو ما عندوش الكلام ده شبه مين هنا في مصر عشان برضه قرب لك الصورة شبه كابتل العاب جلال شبه تاكيس جونيس يعني شبه المدربين اللي بيحبوا يمنوا من تحت اللي هو وإيه بقى متعصب جدا لفكرته دي لدرجة الناس في اسبانيا يقولك ان ده اقل المدرب شافوه لما كان بيدار بقى الملاية بيعمل كرات طولية ما عندوش حاجة اسمها كرات طولية العب شورة باصلس على طول وابني الهجمة بشكل كويس زي ما انتشافين اللحظة كده كله قربلي عشان نباصي ما نطلعش بكرات طولية طيب بتقال عنه برضو انه هو مندفع هجوميا مندفع جدا هجوميا مش من المدربين اللي بترتكن في الخلف زي ما انتشافين كده هو طالع تقريبا بكام واحد قد معايا انت بتتكلم في تلاتة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة رايحين يهاجموا تقريبا يعني او خلينا نقول التمانية اللي في النص دول وفيه اتنين وراء يعني شايف السهم الاصفر ده هو فيه واحد بس اللي وراء ده الباقي كله انتشايفينه هو في السورة في نص ملعب القسم تقريبا هو بيعمل الكسافات هجومية ومندفع جدا فبرضه من الحاجات اللي تأخذ عليه انه في التحولات اللي عليه بيبقى فيه مساحات كبيرة جدا دفاعيا عنده وراء واكيد هيتعامل مع هزي الأمور طايم هو بيحب جدا فكرة التصويب من خارج منطقة الجزاء شايفين كام تصويبة ده ده الملاية ده أركام الملاية بالمناسبة شايفين كام تصويبة من الخارج كل اللي سود والأحمر اللي برا دي تصويبات يعني الإكسات والدوليات دي بقى الكورة اللي دخلت جون يعني الأحمر ده اللي دخلوا جون من برا لسود ده اللي هو الدايرة السودة دي الكورة اللي كانت بين التلات خشبات الإكس دي اللي كانت برا خالص بس بص برا سيبك من الجوة ده اللي جوة طبيعية بتحول من جوة كتير بس بص من برا المنطقة فيه كام تصويب فاللعايب اللي هيلعب معافز زمالك غالبا لازم يصوب هو نفسه في حوار قبل كده يعني كان بيتكلم إن هو بيداق جدا من لعبة خط الوسط اللي ما بتعرفش تشوط على المربع بشكل كويس فهو هيشتغل أكيد على ده في نادي الزمالك فدي ملامح مجرد ملامح دايما بقول لك أمش بشرح لك فنيا بس بقول لك الراجل بيفكر إزاي طيب ده فيما يخص ملف المدير الفني المحتمل لنادي الزمالك مدير الفني الجديد المحتمل لنادي الزمالك طيب انظم الصفقات بقى ايه حكاية الصفقات جباني الزمالك مستنية رفعنا القيد يا مؤمن وريني بقى رفعنا يا كاف القيد وريني بقى الصفقات فين الصفقات الجديدة تعال أقول لك الزمالك خلص في مين ولسه شغال على مين يلا بص مبدئيا كده الزمالك أتم اتفاقه مع أحمد حمدي لعب مونتريال السابق واللي كان بيلعب فيه النادي الأهلي اللعب وقع العقد يمتدل سلاسة مواسم وسيقضع لكشف تب غدا ثم يتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي هادي واحد المفاوضات جارية مع مودر نفيوتشر لضم ناصر ماهر والأقرب رحيل سيد عبدالله نيمار وعمل سيسي إلى مودر نفيوتشر من أجل اتمام الصفقة بشكل رسمي هادي التاني أتم الزمالك اتفاقه مع عبدالله السعيد واللاعب رحب بتوقيع عقد المندة الموسمين كما تم استطلاع رأي أعضاء مجلس الدار بشأن عودة سيف جعفر والأغلباء وفقوا على عودة اللاعب ويفاوض الزمالك بيرامد زحرقين على دفع 30 مليون جنيه على دفعات مقابل انضمام السعيد وصيف جعفر للزمالك توصل الزمالك للتفاق مع طلاق الجيش بشأن يضم محمد شحاتة وهيوقع اللاعب على عقد المدد سلاسة مواسم مقابل انضمام مصطفى الزنالي للطلاقة ومبلغ مالي يتخطر لـ 12 مليون جنيه ترجمة نانسي قنقر